مهرجان وزارة الإعلام مرامج الترفيهية للأطفال والتي تتيح للزوار الفرصة للاستمتاع بأجواء القرية التراثية بما تحتويه من نماذج عمرانية دائمة تعكس مراحل مختلفة من تاريخ مملكة البحرين وتشارك وزارة الإعلام بمهرجانها الجماهيري في القرية التراثية كمشاركة واحتفاء بمنجز وطني تعمل الوزارة على إبرازه في الأعياد الوطنية المجيدة بما تعكسه القرية التراثية من جوانب مهمة في مسيرة تطور مملكة البحرين المتصلة بالإنسان والعمران وتستمر فعاليات مهرجان وزارة الإعلام في القرية التراثية حتى العشرين من الشهر الجاري حيث ترحب زوارها من الساعة الرابعة وحتى العاشرات مساء حسنت كأني أوني للحين في زماني حسنت كأني أوني في الفريج كأني أوني في بناد وعيس كأني أوني كأني ألعاب كأني شو قولك؟ إن شاء الله يدوم يا رب عسى الله يسلمهم إن شاء الله يطول في عمرهم وأشكرهم من قلبي يعني اللي ردوا لنا الفرحة هذي لازم حق عيالنا لازم عيالنا تعرف زماننا زماننا حلو وترى أشنو حنا؟ يعني ذكرتنا بزمان رجعتنا ريوس نمكن سبعين سنة رجعنا شبابة حين يعني في الغارية هذي لأننا نتبنى أشياء ما شاء الله تراضية ونتمنى يعني أن يبدأ المرة مرتين واللي ما يجي يشوف ومستنسين والحمد لله قاسم المشترك بين السعودي والبحرين واحد اللي خاصة لمنطقة الشرقية نفس الموروث نفس الفكر نفس العدات نفس التقاليد نفس حتى البيئة تحسن أنت منت غريب لأن ما يوجد هنا في البحرين هو امتداد للموجود في الشرقية بحرين يا ضم قلبي المشتاق بحرين يا قصيدة شعر في دفتر العشاق بحرين يا لي يا لي سكنت وسط الحشى والروح أذكرك يا لي يا لي القيض ساعة تمرين واذكر بيتنا القديم سقف السعف والطين ذيك السكيك ويا حك الجيران كانت سوالف طرب كانت قصاية شعر تحكي هو الخلان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر